أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وجعل منها زوجها ليسكن إليها في هذه الآية الكريمة بيانٌ أن الله جل وعلا خلق جميع الناس من آدم عليه الصلاة والسلام وأنه خلق منه زوجه حوّاء ثم انتشر الناس منهما كما قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً فقولوا خلقكم من نفسٍ واحدة من آدم عليه الصلاة أبو البشر وجعل منها زوجها يعني خلق من آدم زوجته حوّاء ليسكن إليها أي ليألفها ويطمئن بها وكذلك أزواج الذرية كما قال تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة فلما تغشاها يعني جامعها قدَّر الله تعالى حملاً حملت حملاً خفيفاً وذلك في ابتداء الحمل ووصفه بالخفة لأنه عند إلقاء نطفة أخف منه عند كونه علقة وعند كونه علقة أخف منه عند كونه مضغة وعند كونه مضغة أخف مما بعده وهكذا فمرَّت به استمرَّت به إلى حين ميلاده تقوم وتقعد وتمضي في حوائجها لا تجد بهذا الحمل ثقلاً فمرَّت به فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها وثقل فحينئذ صار في قلوبهما الشفق على الولد وعلى خروجه حيًّا صحيحًا سليمًا دعو الله ربَّهما يعني آدم وحوّى لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا قال الحسن غلام وقال بعض المفسرين لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا أَيْ وَلَدًا صَالِحًا تَامَّا الْخِلْقَةَ لَا نَقْصَ فِيهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ واللام هنا جواب قسمٍ محذوف جواب القسم أي من الشاكرين لك على هذه النعمة على هذه النعمة فلما آتاهما صالحًا يعني جاء الولد على وفق ما طلبا وتمت عليهم النعمة فيه جعل له شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله جل وعلا بإيجاده فعبَّداه لغير الله وقد روى الإمام أحمد وابن جرير في تفسيره والترمذي في سنن والحاكم وصححه ووفقه الذهبي من طريق الحسن البصري عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث الحارثة اسم الشيطان كان قبل أن يسمى الحارث سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وقد صح عن قتاد أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته رواه ابن جريب وروا أيضا ابن جريب بسند صحيح عن مجاهد قال أشفق أن لا يكون إنسانا وجاءت روايات تدل على أن الشيطان خوف حواء وقال لا إن لم تسميه عبد الحارث لأجعلن له قرنا فيخرج من بطنك فيشقه فأشفقت فسمته عبد الحارث قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب إن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها وقال ابن جريب وأولى القولين بالصواب أنهما آدم وحواء شركاء في الإسم لا في العبادة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك ما لا إلى هذا القول الألوسي والشوكاني وروي عن جماعة من السلاف كابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده ومجاهد وغيرهم لكن هذا القول عليه إشكالات كما ترون هذا القول عليه إشكالات لأنه ثمت قول آخر الإشكال الأول إن هذا الحديث المذكور قال عنه الحافظ بالكثير في تفسيره هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه ثم ذكرها وقال في تاريخه رواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه فهذه علة قادحة في الحديث والمضنون به بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ والصواب أنه موقوف هذا قول ابن كثير ولهذا لما استطرد ابن كثير في الأقوال ذكر ما صح عن الحسن البصري أنه قال إن الآية نزلت في اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا قال ابن كثير ونحن على مذهب الحسن البصري قال وكذلك قول الحسن عنى بها ذرية آدم ومن أشرك من الذرية بعده يعني جعل له شركاء فيما آتاهما وكذلك قول الحسن كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم ثم قال ابن كثير وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك بذلك يعني بأنه اليهود والنصارى ومن أشرك من أهل الملل وأنه ليس المقصود آدم وحواء وهو من أحسن التفاسير يقول ابن كثير وأولى ما حمرت عليه الآية ولو كان عنده أي الحسن لو كان هذا الحديث محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه إلى غيره لا سيما مع تقواه وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما الإشكال الثاني على هذا القول وإن كان بن جريد الطبري يقول أنه إجماع أهل الحجة من التأويل عليه أن الأنبياء معصوم من من الشرك فكيف يجوز ذلك من آدم حتى الشرك في التسمية فيها إشكال الثالث أنه واضح من هذا الأثر وما جاء في عنا أنه من آثار أهل الكتاب وصح عن النبي عليه الصلاة والسمن وقال إذا حدثكم آل الكتاب لا تصدقوهم ولا ولا تكذبوهم وأقسامهم ثلاثة كما سبق في الدرس الماضي وهذا من القسم كما يقول ابن كثير إما من القسم الثاني أو الثالث يعني إما ما هو مسكوت عنه إلا ما ننكره قال ابن كثير وأما نحن فعلا مذهب الحسن البصري في هذا والله أعلم أنه ليس المراد من هذا السياق آدم محوّع إنما المراد المشركون من ذريته ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون ما قاله يشركون وهذا هو الوجه الرابع أنه لو كان آدم محوّع لقال عما يشركون عما يشركون لأنهم هم مثنن فلما قال عما يشركون تبين المراد الذرية لكن قال الطبري عما يشركون مشرك العرب من عبلة الأوتان أما الخبر عن الأبوين فعلى قول ابن جرير الطبري ينقضي عند قوله جعل له شركاء فيما آتاهما فقط يقول أنا أنقل لك ما قاله ابن جريير الأمر الخامس والإشكال الخامس على القول ذا أن الله جل وعلا خلق آدم وحوّى ليكون أصل البشر وليبث منهما رجالاً كثيراً ونساء فكيف كانت حوّى لا يعيش في لها ولد فهذا يدل على أنه حتى متن الحديث فيه نكارة المتن فيه نكارة السادس أن المعروف أن أول شرك وقع في الأرض هو في قوم نوح فهذا فيه إشكال أيضاً على هذا القول الذي ذكره بن جرير الطبري وتبنى لكن قال البغوي أنه لم يكن هذا إشراكاً في العبادة كما سبق ولا أن الحارث ربهما فإن آدم كان نبياً معصوماً من الشرك لكن قصد إلى أن الحارث كان سبب من أسباب نجاة الولد وسلامة أمه وعما يشركون ابتداء كلام أراد به إشراك أهل مكة هذا على تفسير البغوي عما يشركون يقول أهل مكة هنا ولهذا ابن عباس قال أنه أن الناس كانوا عشرة قرون كلهم على التوحيد إذن هذا القول الأول أن المراد القول الأول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها إنه المراد آدم وحوى القول الثاني في الآية أن المقصود بقول ليسكن إليها مع ما قبله آدم وحوى إشارة لنعمة الله التي أنعم بها على آدم وزوجه أما قول فلما تغشاها حملت حملاً إذا قال فتعال الله عما يشركون فهذا انتقال بعد ذكر آدم وزوجه واستطراد إلى ذكر الجنس والذرية وهذا أسلوب بلاغي معروف في لغة العرب القول الثاني مرة أخرى إن المقصود بقول يسكن إليها مع ما قبله آدم وحوى يعني هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هذا آدم وحوى ثم أشار الله إلى نعمة التي أنعم بها على آدم وزوجه بهذا بأنه يسكن إليها انتهى المعنى الآن تم يبتدمانا جديد معنى آخر بيان لحال المشركين فلما تغشاها يعني تغشى المشرك زوجته حملت حملا خفيفا فمرت به إلى آخره إلى قوله فتع الله وما يشركون يقولون هذا انتقال بعد ذكر آدم وزوجته واستطراد إلى ذكر الجنس والذرية وهذا سلوب بلاغي معروف فرد في القرآن يعني يذكر الشيء ثم يستطر إلى ذكر جنسه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الذي خلق من طين من؟ آدم والذي بعده الذرية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين كذلك قوله المخلوق من طين آدم والذرية المخلوق من نطفة هو بنوه وذرية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هذا مثال ثاني وجعلناها رجوماً للشياطين ومن المعلوم أن رجوماً الشياطين ليست هي أعيان المصابيح التي هي مصابيح السماء لكنه استطراد من شخصها إلى جنسها استطراد من شخصها إلى جنسها يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان الوجه الثاني أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء لما آت آدم وحواء صالحاً كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل الذرية كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال الشنقيطي ويدل لهذا الوجه أنه قال فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون قال وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم لا آدم وحواء واختار هذا الوجه غير واحد لدلاءة القرآن عليه وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذا انتقال من النوع إلى الجنس كما سبق فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل الكلام في الجنس ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيراً أي الشرك فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال فإن الله هو الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألف بعضهم بعضاً ويلتذ بعضهم ببعض ثم هداهم إلى ما تحصل به الشهوة واللذة والأولاد والنسل ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتاً موقوتاً تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سوياً صحيحاً فأتم عليهم النعمة وأنا لهم مطلوبهم أفلا يستحق جل وعلا أن يعبدوه ولا يشركوا في عبادته أحداً ويخلص له الدين ولكن الأمر جاء على العكس فأشركوا بالله هذا القول الثاني اختاره أيضاً عدد من المفسرين مال إليه بل قطع به ابن العربي المالكي في أحكام القرآن والقرطبي وابن كثير والقاسمي والفخر الرازي وكذلك أشار إليه أبو السعود في إرشاد العقل السليم وابن جزي الكلبي في التسهيل وكما ترون الشيخ بن سعدي وجماعات وذهب وذهب صديق حسن خان في مقاصد البيان في فتح البيان إلى مقاصد القرآن وقال إن هذا واقع من حواء فقط لأن آدم معصوم من الشرك فهو شرك في التسمية لكنه من حواء وليس من آدم وكأنه أراد بهذا أن يجمع بين عصمة الأنبياء من الشرك وبين هذه الآثار التي وردت والله أعلم ولا يزالنا عندي في الآية يعني أنا لم أفهم يلازل عندي أنا إشكالات ولا كتاب الله عز وجل مصون من الخطأ ولكن نحن لسوء قصدنا أو يعني لسوء فهمنا أو لذنوبنا قد يرد علينا بعض الإشكالات والله تعالى أعلم بتأويل كتابه لكن يبقى أنهما قولان الأول أن المراد آدم هذه الخلاصة وأنه شرك فقط في التسمية آدم محواء والثاني أن الأول الآية في آدم ثم انتقل الأسلوب إلى ذرية بدليل قول فتعال الله عما يشركون ولو كان آدم محول فتعال الله عما يشركون والله أعلم ثم قال الله تبارك وتعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أي هم مخلوقون وهذا نوع من أنواع التوبيخ لهم يعني كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم طبعا بالنسبة القول السابق العمدة في هذا على الحديث وفي صحته نظر الحديث السابق اللي روى الترمذ ومن جرير في صحته نظر ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا أي هذه المعبودات لا تستطيع لعابديها نصرا إن طلبه منهم ولا أنفسهم ينصرون إن حصل عليهم شيء من جهة غيرهم فإذا كانت لا تخلق لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تستطيع دفع مكروه عن عابديها ولا عن نفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة فهذا لا شك إنه هو الظلم والسفة والحمق من هؤلاء المشركين قال الله وإن تدعوهم أي وإن تدعو أيها المشتكون هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فصار الإنسان أحسن حالة منها لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدأ ثم انتقلت الآيات إلى توبيخ المشركين والتحدي لهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد لله كما أنتم عباد لله مع أنكم أكمل منهم لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وهذه الأصنام ليست كذلك ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله عز وجل مسخرة لأمره ثم جاء الاستفهام الإنكار هنا قال الله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها يعني هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء ليس لهم شيء من الآلات التي هي ثابتة لكم فضلاً أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم فإذا نظرتم إلى هذه المعبودات وجدتم صورتها دالة على أن ليس لديها شيء من النفع فإذا نظرتم إليها فليس لها أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء فلأي شيء عبدتموها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولدعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون أي اجتمعوا أنتم وشركاءكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم لا تستطيعون أن تفعلوا بي شيئا من السوء وهذه الآية شبيهة بقول نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولربما مر عليكم ولكنها صراحة في سورة هوت قول من؟ شعيب أحسنت ماذا قال شعيب؟ قال فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تمهلوني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على الصلاة مستقيم وكان هذا من شعيب عليه السلام جوابا على قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ثم قال الله تبارك وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يعني القرآن المقصود بالكتاب والله أعلم هو القرآن والولي هو الناصر والكافي أي إنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب الذي فيه الهدى والنور والشفاء وهو يتولى الصالحين الذين صلحت أنفسهم بالإيمان الصادق والعمل الصالح قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وهذه بشارة لجميع المسلمين الذين استقاموا على صراط الله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله ينصرهم كما نصر نبيه وأولياءه كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال وإن جندنا لهم الغالبون وقال كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز والذين والذين تدعون من دونه هذا من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون يعني هذه المعبودات الأصنام صورة صورة من الصور لا حياة لها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير كما في آية أخرى فهذه الأصنام تشبه الناظرين إليك لأنهم صوروها بصورة بصورة من ينظر إلى من يواجهه يعني كانك تنظر جعلوا الأصنام كان تنظر إلى شيء أمامها فإذا رأيتها خطر ببالك إنها حية فإذا تأملت عرفت أنها جمادات ليس بها حياة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيا وما يشعرون أيانا يبعثون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون أصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لمن الخطاب في قوله وتراهم لمن يصلح يخاطب به فهو من خطاب غير المعين ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ أي تراهم كأنهم ينظرون إليك لأن صورة كثير من الأصنام كان على صورة الآدميين يعني جعلوا لهم حدق وأعين وهي واقفة كذا تظن أنها تنظر إليك وتنظر لأحد ثم قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذه الآية التاسعة والتسعين من سورة العراف آية جمعت حسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم قال قتاد في هذه الآية هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام ودله عليها وقال جعفر الصادق رحمه الله ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية قال جعفر الصادق ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية جعفر الصادق هو جعفر ابن ابن محمد قال ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية خذ العفو يعني ما عفى وسهل وتيسر من أخلاق الناس وأعمالهم ولا تطلب منهم ما يشق عليهم فينفروا وجاء في البخاري عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرفة أعرف عن الجاهلين قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس يعني ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس خذ العفو يعني ما عفى وسهل وتيسر من أخلاق الناس وأعمالهم وهذا يشبه قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا ابن آدم إنك يعني تنظر في أخلاق الناس لا تشفي غيظك وما إلى ذلك ولكن خذ ما عفى وسهل فأنت لا تكلف الناس ما لا يطيقون خذ ما سهل وعفى وسهل وتيسر من أخلاقهم وأعمالهم ولا تطلب ما يشق عليهم فينفروا وأمر بالعرف بكل قول حسن وفعل جميل وأعرفه توحيد الله عز وجل ثم حقوق العباد وقد جاء في صحي البخاري أيضاً من حديث عن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعرض عن الجاهلين يعني إذا سفع عليك جاهل فلا تقابله بالسفة كقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهكذا كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وفي هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول في هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفيا من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم يقول ابن القيم هذه الآية في هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم وأعرض عن الجاهلين وهم السفهة وأعظم الجهل هو الإشراك بالله ثم يشمل كل سفيه ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله جل وعلا بالصبر على هذا الأذى وأن يقابل بالإعراض عنه وعدم مكافأته بمثل سفهه وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين جاء في صحي البخاري أن عينا بن حصن بن حذيفة دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هي بن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين أن الله تعالى يقول للنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله ثم قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإما ينزغنك أصله النخص والغرز كما يقول الزمخشري وإما ينزغنك يقول النزغ أصله النخص والغرز وقال الراغب الأصفهاني وبن عطية النزغ أصله دخول شيء في شيء لإفساده دخول شيء في شيء لإفساده وقال البغوي وإما ينزغنك أي يصيبنك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ أي وسوسة وإغواء وإفساد وإغواء وغضب من الشيطان ليصدك عن الإعراض عن الجاهلين والوقوع في المعاصي فاستعذ بالله يعني استجر بالله من نزغه والتجئ إلى ربك وتحصن به إنه سميع يسمع استعاذتك وقولك عليم بجميع أحوالك وما يذهب عنك نزغ الشيطان وقد جاء في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان أحدهم أحمر وجهه وانتفق توداجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون وهذا تأكيد وتقدير للأمر بالاستعادة من الشيطان فالمتقون وهم القدوة في هذا الباب إذا حسوا بذنب أو غفلة إذا مسهم طائف من الشيطان يعني إذا مسهم لمن من الشيطان ووسوسة أو غضب أو هم أحدهم بمعصية فازعوا إلى ربهم جل وعلا تذكروا أوامره ووصياه كما قال تعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تذكروا ما أوجب الله عليهم تفكروا في الطلاع الله عز وجل عليهم وعظمة الله ومراقبة الله لهم فاستحيوا من وخافوا غضبه وعقابه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الطائف قلنا هو اللمم من الشيطان والوسوسة أو الهم بالمعصية تذكروا فإذا هم مبصرون يعني يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر وقد جاء عن السد بسند صحيح قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا قال يقول إذا زلوا تابوا إذا زلوا تابوا يعني إذا وقع منهم الزلل أسرعوا إلى التوبة وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إذا كانت تلك حالة المتقين فضدهم إخوان الشياطين قال القرطبي أحسن ما قيل في معنى الآية وإخوان الشياطين وهم الفجار من ظلال الإنس تمدهم الشياطين في الغي وقيل للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم يقول القرطبي أحسن ما قيل في معنى الآية وإخوان الشياطين وهم الفجار من ظلال الإنس تمدهم الشياطين في الغي وقيل للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم وذكر الشنقيطي في أضواء البيان قال ذكر الله في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي ثم لا يقسرون وبيّن ذلك في مواضع أخر كما قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة يعني تدفعهم من المعاصي دفعة وقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وبيّن في مواضع أخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربي كفورا وجاء عند الطبري بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقسرون قال لا الإنس يقسرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم يعني الإنس مستمرين في المعاصي والشياطين مستمرين في إمدادهم في الغي جاء عند الطبري بسند حسن عن ابن عباس وإخوانهم يمدونهم في الغي قال لا الإنس يقسرون عما يعملون من السيئات لا الإنس يقسرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم وقال أبو عبيدة وإخوانهم يمدونهم في الغي أن يزينون لهم الغي والكفر قال أبو عبيدة أن يزينون لهم الغي والكفر ثم قال تعالى واعذرون يا أخوان الوقت يداهمون الآن وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لاجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يعني أنه جل وعلا هنا قال لا يزال المكذبون لك يا محمد في تعنت وعناد ولو جاءتهم الآيات وإذا لم تأتهم بآية لو جاءتهم الآيات التي تدل على الهدى والرشاد إذا جئتهم بآية من الآيات الدل على نبوتك لم ينقادوا وإذا لم تأتهم بآية من الآيات التي اقترحوها وعينوها قالوا لو لاجتبيتها يعني هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية والمعجزة الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات يجعلونك أنت لتختار يعني كأنك أنت تدبر جميع المخلوقات ولم يعلموا أن ذلك تقدير العزيز العليم وأنه ليس لك من الأمر شيء أنت لا تختار الآيات يا محمد إنما الله جل وعلا هو الذي يعطيك من الآيات وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها هل اخترت الآية وقيل هل لا أحدثتها وأنشأتها من عندك وقرأ مع هذه الآية الآيات من سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يحيي لي من ربي فأنا عبد متبع مدبر وإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين فإن أردتم المعجزة الخالدة والحجة الباهرة التي لا تبطل ولا تضمحل فهذا القرآن والوحي المبارك هذا بصائر من ربكم دلائل تقودكم إلى الحق وبه قامت الحجة على كل من بلغه وهدى لمن آمن ورحمة له من الشقاء ثم قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية الكريمة كما ذكر الحافظ بن كثير أن الله جل وعلا يأمر فيها بالإنصات عند تلاوة القرآن إعظاما له واحتراما لا كما كان يفعله كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وهذا عام في كل من سمع كتاب الله يتلى فإنه ممور بالاستماع له والإنصات جاء بسند صحيح عن ابن عباس قال يعني في الصلاة المفروضة يعني في الصلاة المفروضة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يعني في الصلاة المفروضة قال الشيخ بن سعدي والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه وأما الاستماع فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع قال الشيخ بن سعدي والفرق بين الاستماع لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يقول الفرق بينهما أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث ترك الكلام أو الاستغال بما يشغل عن استماعه وأما الاستماع فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع يعني كأن الإنصات كأن الاستماع وسيلة وباب يدخل منه الإنسان للإنصات ثم الإنصات وسيلة إلى التدبر والتفاهم وقد آثنا الله جل وعلا على الجن لحسن استماعهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا لأنه أول العلم الإنصات والاستماع وهذه الآية ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المأموم في هذه الآية لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غير الفاتحة استدلوا بما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام خطيبا فبيننا سنتنا وعلمنا صلاتنا وقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم قال في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا ورأى جماعة من أهل العلم أن الإنصات يكون بعد أن يقرأ المأموم الفاتحة يعني يقرأ في كل ركعة لأن هذه أدلة عامة حتى لو قيل على قول ابن عباس أنها نزلت في الصلاة فهذه أدلة عامة وجاءة أدلة خاصة توجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو في صلاة سرية وجهرية واختاره البخاري رحمه الله وألف فيه مصنفا مستقلا ورجحه من شيوخنا ابن باز وابن عثيمين رحمه الله الجميع وقال صديق حسن خان وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي والحافظ ابن حجر إلى الجمهور هكذا قال صديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن واستدل هؤلاء بأدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا من صلى صلاة لم يقرأ فيها في فاتحة الكتاب فهي خداج 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 والله أعلم فاستمعوا له وأنصتوا هذا عام وحديث عبادة يقولون خاص وبناء الخاص على العام واجب فيجب الإنصات بعد قراءة الفاتحة وهذا القول انتصر له الشوكاني في فتح القدير وكما أسلفت صديق خان وأن قوله فاستمعوا له وأنصتوا هذا عام وما ورد من الحديث خاص فيجب الإنصات بعد قراءة الفاتحة فهم يقولون نحن معكم في تفسير الآية نعم الله يقول وإذا قرأ القرى فاستمعوا له وأنصتوا لكن بعدما تقرأ الفاتحة كما جاءت دلة خاصة ويوجد من بعض المسلمين هداهم الله من يقرأ مع الإمام كل شيء إذا كان يحفظ الآيات تجده يردد مع المسلمين وهذا لا شك أنه منهي عنه كما هو صريح الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته فيجب أن ينصت وعلى قول بعض أهل العلم أنه ينصت بعد قراءة الفاتحة ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله فأمر الله عبده ورسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له في ذلك بذكر ربه في نفسه بأنواع الذكر من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء وغير ذلك بأن يذكره في أول النهار وآخر النهار كما أمر جل وعلا بعبادته في هذين الوقتين في آيات كثيرة وسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقد كان هذا يقول من كثير قبل أن تفرض الصلاوات الخمس ليلة الإسراء ويؤيد هذا القول أن هذه الآيات مكية قال ابن كثير وهذا كان قبل أن تفرض الصلاوات الخمس ليلة الإسراء وهذه الآية مكية وقد يكون المراد بذكر الله في النفس أن يتعظ الإنسان بما في آيات القرآن وأن يعتبر وأن يتذكر أنه راجع إلى الله جل وعلا تضرعا وخيفة يعني افعل ذلك تخشعا لله وتواضعا لله وطلبا لثوابه تضرعا يعني افعل ذلك التذكر اذكر ربك افعله متخشعا متواضعا طلبا لثوابه وخيفة يعني خوفا قال أبو عبيدة كما ذكر البخاري قال أبو عبيدة خيفة أي خوفا وذهبت الواب لكسرة الخاء وقيل وخيفة وخوفا من الله من أن يعاقبك على تقصيرك على تقصير يكون منك أو أن يرد عملك يعني اذكر ربك في نفسك افعله تخشعا وتواضعا لله وطلبا لثوابه وخوفا من أن يرد عملك وأن تعاقب على تقصيرك ودون الجهر من القول يعني كن متوسطا بين الجهر والإسرار قال تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا بالغدو والآصال الغدو قال له أول النهر والآصال قال له العشي جمع أصيل وهو النصف الثاني من النهار إلى الغروب كما قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيل قال أبو عبيدة الأصيل ما بين صلاة العصر إلى المغرب وفي هذا إشارة إلى أن أذكار المساء تقال قبل الغروب يعني بعض الناس يقول أنا أخشني أنسى فيقال الأنسب كل إنسان أدرى بحاله لكن الأنسب لو أن الإنسان إذا صلى العصر يبادر بأذكار المساء من أجل أن لا ينسى لأنه الغالب أنه مع الغروب يشتغل الإنسان ربما بأمور أخرى تشغيله عن ذلك والأمر في هذا واسع إن الذين عند ربك يريد الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأنهم يسكنون السماء لا يستكبرون عن عبادته يعني يعني عن طاعة الله جل وعلا والخضوع له بل ينقادون لأوامره وهذه الآية فيها تعريض بمن بالمشركين وأنهم على النقيض من أحوال الملائكة المقربين لا يستكبرون أي الملائكة عن عبادته ويسبحونه يعني يسبحون الليلة والنهار لا يفترون وقال هنا يسبحون هذه صيغة مضارع اختار صيغة المضارع هنا للدلالة على التجدد والاستمرار التجدد والاستمرار يسبحونه وله يسجدون يخصونه بالسجود مع الخضوع والذلة وفيه تعريض أيضا بالمشركين للدلالة يعني الله سبحانه وتعالى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وقال وإذا قيلنا مركعوا لا يركعون وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم المؤمنون الصالحون يتشبهون بالملائكة في كثرة عبادتهم ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر الله عز وجل سجود الملائكة وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع للقارئ القرآن ومستمعا يسجد وسجدات القرآن كم أربعة عشر وإن زجت سجد الصاد خمسة عشر وفي السجدة الثانية من الحج خلاف وقد جاء في صاحب مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ويسبحون وله يسجدون والسجود سجود الصلاة ولا في هذا كلام كثير يرجع إليه في مضانه وليس هو من مقصود هذا الدرس نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه لا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر